في مؤتمر صحفية أقيمت احتفالية بمناسبة تنفيذ أول شاشة عرض خمسية الأبعاد في مصر بين صلطي السفر والوصول بممنى الركاب رقم اثنين بمطار القاهرة الدولية مزيد من التفاصيل وفتنا بها مراسلة التلفزيون المصري جارمين إبراهيم من خلال هذه الرسالة بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي والذي انتهى منذ قليل داخل مطار القاهرة الدولية للاحتفال بتنفيذ وإطلاق أول شاشة خمسية الأبعاد من داخل مطار القاهرة الدولية والتي تم تنفيذها عن طريق واحدة من كبرى شركات الأعلان في مصر وهي شركة المصريين أو الدور والتابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في إطار جهود الشركة لتطوير السوق الإعلاني في مصر وتزويده بأحدث التقنيات التكنولوجية والتي أيضا تم تنفيذ هذه الشاشة بالتعاون مع شركة الفخر الإماراتية وتعتبر أول شاشة خمسية الأبعاد يتم تنفيذها في مصر بالتحديد يعني تم تنفيذ هذه الشاشة بين صالتي الوصول والصفر لمبنى ركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي وتم اختيار هذه الصالة بالتحديد لأنها تستقبل عدد كبير من الرحلات الخارجية وبالتالي ستستطيع أن يتم الترويج للسياحة المصرية عن طريق عرض مواد فيلمية تروج للسياحة المصرية إلى جانب أيضا المواد الإعلانية التي سيتم عرضها على هذه الشاشة أيضا تحدث عن تفاصيل أكتر لهذه الشاشة فهي تقدم حلولا إعلانية متكرة عن طريق تجربة بصرية مميزة تستطيع أن تؤثر في المشاهد لأنها طبعا خمسية الأبعاد وتجذب أيضا المشاهد بما يواكب الاتجاهات التكنولوجية العالمية ويأتي تنفيذ هذه الشاشة أيضا كبداية فمن المقرر أن يتم التوسع في تنفيذ عدد من الشاشات الأخرى سواء داخل مطار القاهرة الدولي أو أيضا في خارج المطار القاهرة الدولي في إطار الخطة التي تقوم بها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لتطوير السوق الإعلاني وأيضا في إطار الخطة التي تقوم بها الدولة لتطوير مطار القاهرة الدولي لنافس المطارات العالمية وأيضا من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين سواء خدمات تتم في الصفر أو أيضا خدمات إعلانية تقدم لهم بالإضافة لتزويد المطار بأحدث التقنيات التكنولوجية أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو تستعد وزارة الثقافة لإطلاق الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب حيث تنطلق فعالية الدورة الجديدة في الـ 24 من يناير الحالية بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجامع الخامس تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتحل أن رويج ضيف شهر في تلك الدورة ويفتح المعرض وأبوابه للجمهور ثاني يوم افتتاحه الرسمية حيث يستقبل جمهوره صباح يوم الخامس والعشرين من يناير 2024 بتذكرة تبلغ قيمتها خمسة جنيهات وذلك لتشجيع القراء من مختلف الأعمار على الإقبال على المعرض خلال فعلياته واقتناء الكتب شكرا شكرا